موسيقى ردعنا لكم من بعد الفاصل وتزامنا مع احتفالات المملكة بأيامها الوطنية في شهر ديسمبر حبيت أن في فقرة الديكور هالأسبوع تكون لها علاقة بهالمناسبة وأكيد صاحب الفكرة والتنفيذ يكون الحرة في علي نجيب صباح كالله بالخير صباح الأفراح التي نعيشها في هذه الشهر صباح الورد الله يسلم يا رب ماذا نفعل اليوم؟ أبي كنت تخبرني أول شيء عن الفكرة لأن أنت من عرفت أننا نحتفل في العيج الوطن في هاي أيام قلت أن أنت لازم تسوي شيء اليوم لحلقة أنا كنت مشتاق في هذه الحلقة تحديداً لأن هذا العمل كان لفترة طويلة خاطرة يسوي حلو، ماذا هو العمل؟ ما هي عملية الجوية التي تصبح عبر التلفزيون طبعاً بشكل عام هذا العمل اسمه الموزيك أولاً هو الفوسيفيساء قطع الخشب، اللحوة البواقي عادة من النجار صعب أن يتخلص منهم فنحن نستغلهم بتنفيذ أعمال، دعونا نقول لوحات، نزيل، في نماذج سابقة سويتها، بس عمل اليوم شوية رح يكون مميز لأنه رح نسوي علم البحرين بهذا الأسلوب. يعني عبارة القطع اللي بتكون موجودة على اللوحة نفسها هي تكون أورادي القطع اللي ما استفدنا منها في أعمال سابقة، الأشياء اللي بقيت نستغلها في، طبعا مع تنفيذ الأعمال الكبيرة، يوجد مخلصات من هذه النوع، صعب الواحد يتخلص منهم بشكل سهل، يعني بعضها تكون قطع جميلة، فأستغلها بهذه الأعمال، وهذه من الأعمال المقربة إلى قلبي، يعني أحبهم أنا بشكل خاص، أحب أن أنفذ هذه النوع من الأعمال، وحبت أننا اليوم أنت شوية اختلافت، رحت حق المزايك، طبعا نحن نعرف أن المزايك يصير في قطع السيراميك، عادة في السيراميك، صحيح، بالضبط، لكن اليوم فكرة ثانية، مزايك خشأ، نساوي بالخشاب، ما هي العشاء التي نستخدمها؟ غير الخشاب التي تكون متوقعاً من الأعمال السادقة؟ هذا من أسهل الأعمال التي يمكن أن يكون شخص أن يكون قطعة مسطحة، نحن نحتاج إلى قطعة الخشب مسطحة، بلايوث، ندي أف أو أي شيء، وبواقي الخشب مثل ما قلت ليش، عادة الأعمال، يمكن أن ترى بالنسبة لهذه القطع، الأعمال تكون بشكل زوايا حد، 45، خصصيات البحران، لوزايق الغراطة أو سعرة، ثم نرى هذه القطعة، لأنتجكل ج備نا، و Ziel肺 farmingerية من الأجهر، لنجمعiemiddag نحن نرى أنت القطعة لديك و هذا القطعة لديك. هذا نموذج ثاني. نموذج مستويسة. الخشاب بالألوان مختلفة. النموذج الذي سنقوم بها اليوم هو نموذج مطلي لكي أعطيه الألوان الصحيحة للعلم. هذا هو العلم موجودة لكن بدون ألوان. هل يمكنهم العقوب مثلاً تتم تلوينها؟ أو خلاص؟ فهذا العمل أن أستخدم خشب من أنواع مختلفة لكي أعطيه العلم. الجزء الأفتح والجزء الأغمق. يمكن أن يكون أحمر فعلياً ولا أبيض. فهذا يعرفه أنه علم البحرين. صح. والنموذج الذي لديك سيكون العلم ملون. ما هي الألوان التي استخدمتها؟ نفس الأسبوع الماضي استخدمنا الوود ستين. وبالنسبة للجهة البيضة استخدمنا طلاق أبيض لكي أعطيه اللون المناسب. لكن هل يوجد أن يكون هناك جمانة؟ إن شاء الله. هذه هي هدية. هدية للعمل. هدية للعمل. أولاً أنتحين لديك الغلو على القطعة. أغريت اللهو القطعة. بشكل كامل. بشكل كامل. ثم توزع عليها. أستخدم هذا البحر. السيليكون. لكي أضع اللهو القطعة على السطح بالكامل. يجب أن تفعل هذه الخطوة بسرعة لأنه يمكن أن يفع. يعني لدينا وقت كفاية. حسناً. أعتقد أن الخطوة التي تضع اللهو القطعة على اللوحة. يجب أن تفعل بسرعة الفرشة على أساس أنه لا يفع. تقنياً لدينا في حدود اللهو العشرة دقائق. دعنا نقول. حسناً. 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 وهي كافية. هذا على السطح. حسناً. حسناً. ما أفعله؟ أنا أضع القطع و أنت نراتبهم. أفضل. أنا أخذ علمي. حسناً. الذي جاهزه، تجعلني أن أعمل اليوم فيه. حسناً. أبس. نحتاج إلى. حسناً. هذه البداية. بسيطة. مثل هذه المواقف تحصل. حسناً. حسناً. ما أفعلهم؟ أفضل. 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 نحن تجميعها سهلة. أنا أفضل. كما سيطح. كل ما يحتاج له. نحن أنه يقوم بضع القطع. أي. هذه أشياء اللي يمكن أن أكثر شيء يتعب فيه. إنه يقوم بضع القطع. يقصهم بالشكل معين. أشياء تفضل. أنا Το أفضل. أنا أفضل ما أفضل. أفضل إذا لكن أخرب لك العمل. بالعكس ممتاز، لا يوجد أي شيء خراب إن شاء الله. من التفاصيل الصغيرة يعني الواحد ممكن أن يقصص القطع هذه أكبر وبعدين لما يقصص القطع الأطراف الإضافية الزائدة. كل شخص ممكن يعرف شنون التكنيك اللي بي. هي بتلصك تشدي؟ أعتمدي. هل نستخدم القلو خاص بالخشب؟ بالخشب أيوة. في يعني هو بيكون نوعية معينة لأنه يمكن مو كل شيء يضبط. في أكثر من خيار طبعا حتى السي اي قلو سوفر قلو حنا نسميه عميين في البحرين. ممكن أن يستخدمها؟ بس يعني القلو الخشب هو الأنسب في كل الأحوال. طبعاً اللي حال أنه ينفذ العمل هذا من البيت عالم البحرين قياسه النموذجي هو متر في ستين. بس يعني. اللي هو كامر قصتي قلو. العالم بالحجم الكامل الطبيعي. بس هذا النموذج مصغر فهو أصغر بالنص. هذا خمسين في ستين. بجزء الأبيض يكون أصغر أسراً. بس أنا أكلم عن اللي هو كمساحة كلية. ويقدر إليه. ماذا شعورة؟ لا يقوم بالموذج. هذا نفسك. علم caps يخرج من الصج جديد. طبعاً جيد. حسناً. دعونا نراه. يضيحون؟ لا. هذا هو الجزء الذي يحضر باللون الأبيض. ونضع القطع الثاني في الأحمق. نعم، لدي هنا أضافة أخرى ما هو؟ نعم، أحب أن نضيف القطع متوازية هنا طبعا، أنت لا يتبطل هل يجب أن تكون هناك مشروع؟ لا، يجب أن يكون هناك دقة نعم، لا يوجد دقة حتى الآن نعم، هذا يجب أن نضيفها يعني يكون عمل يكون تركيبي أكثر من ما أنه تفنن فيه صح؟ هو فن، للنهاية فن هو فن، أكيد حتى أنت لكن أظن أنه أكثر تعتمد على تركيب القطاع مع بعضها البعض بالطريقة التي تعكس الصورة التي تحب تعكسها في النهاية طبعاً هذه الخشبية يعني عندما تدورين عليها في الإنترنت هناك تطبيقات كثيرة هناك تطبيقات كثيرة هناك تطبيقات كثيرة هناك تطبيقات كثيرة يعني الناس مثلاً تسوي العمل وتسوي مثلاً كتريل لتقديم الطعام صينية يعني هو نفس العمل هذا يضيفون للأطراف وتستخدم كصينية للتقديم قاعدة بعد ممكن تكون قاعدة سطح لطاولة ممكن يستخدمها مثلاً بالنسبة لي هذه هي لوحة لزينة على الجدار كافية بالنسبة إليها وهذه النموذج الذي جدامك أنت تسويه على أساس أن تكون ترى؟ هذا النموذج نفت في شمس البحرين الموسم الماضي مع إيمان زينل عزيز علي طبعاً كل واحد هناك قصة خاصة هل تتكلم عن القصص؟ هذه النموذج العزيز علي ما هو العمل؟ هذا مجرد لوحة يعني الموجودين هنا مجرد لوحات لا أكثر ولكن تطبيقات الإضافية التي يمكن أن يفعلها بالفكرة هذه لا حدود لها فن المزيك شكلياً يعطيك منظر حلو فأنت تقدر تستخدمها باستخدامات مختلفة مثل ما ذكرت يخلونك قاعدة مثلاً بعض الأشياء ساطح طاولة ممكن تقول صحيح أو قطعة ديكورية كان تقريباً ثلاثة متر في متر ونص مساحته كان عبر عن قطعتين أخذ مني وقت واجد بس يعني استمتعت فيه دائماً أنت تذكر الاستمتاع في العمال اللي أنت تسويها مهم جداً مهم جداً هذه العمال الموجودة تحت لو أنت تكلم شوية عنها يعني هذا العمل هذا يعني حبيته وحبيت أنه أنا نفذة هذا مثل ما قلت لشتفت في شمس البحرين الموسم الماضي العمل هذا مادر إذابين ولا لا الموجود هذا نفته مع وزارة الشباب كان عندهم فعالية بيئية ونفته هناك مع لهو الموظفيين فكل موظف ترك توقيع عليها يمكن أن تبعين التوقيع ولكن موقعين على بعض القطع موجودين فكان جميل جداً يعني التفاعل الشرح مع الموظفين يعني عالي أنا قادة أسوي هذه العمل ويمكن مثل ما ذكرت عني ممكن ما تعبت في التقصص أو أنت قصص ليهم وأنا قادة أركبهم لكن في هذه الأيام الوطنية وخاصة نحن يعني الناس قادة في البيوت أكثر شيء حلو أن نشارك أطفالنا يعني الأم أو الأبا يعني في وقت الفراق ممكن أن يشاركون أبنهم في أنهم يعززون طبعاً المواطنة يعززون ولائهم لهذا الوطن بمثل هذه الأعمال الفنية التي تعكس حبهم للوطن خاصة الطفل لأنه لا يوجد طرق أنه يعذر فيها عن فضل الوطن صحيح والمخرجات تكون شيء جميل بهذا الشكل يحتفظ فيها يجب أن يكون هناك كل شخص يتواجد فيها كل فخر وإعتزاز ويستمتع لأنه يفتح حديث حوالين القطعة هذه صحيح ويذكرها خاصة الطفل تتذكرها 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 لأن العائلة تشتركها في تنفيذ العمل أكيد وعمل سهل لا يوجد الأشياء قلت لك ثم نعود إلى القاعدة الأساسية عمل ممكن تنفيذه بدون استخدام أدوات متطورة المنشارة ومثل ما رأيت غلو أنا حتى لا أستخدم مسامير في الأعمال هذه كلها لا أستخدم مسامير لكي أجعل السطح مثل ما هو مجرد الأداة التي استخدمناها هو الغراء الغلو والمنشارة المنشارة المنشارة التي تستخدمها أنا قصصتها بالطبع لكي تدقى والسرعة فقط فقط تنفيذ كامل ألافة 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 كامل كامل 360 هذه العمل بشكل النهائي هذا العمل كنت أطيرة مثل ما قلت يعني هذا مثلا نوع ثالث نوع ثالث يعني هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع ثالث حسنا ثلاثا حسنا ثلاثا ما شعوره ما تنفيذ العمل أنا أستنسة صراحة عليها أنا كنت خوف أن أعود أن يطيح كل شيء ولكن كان كامل أنا واثق من هذا الشغل لكن صراحة سهلت علي تقصص لأن يمكن أن تكون أصعبا في عمل هذا العمل بشكل عام يعني نحن نحتاج إلى دقة بعض القطاع طويلة بعض القطاع طويلة ولكن بعد يمكن أن تكون هذه الأشياء التي يحبها في العمل بشكل عام هذا هو عملنا لهذا اليوم و عمل بسيط مثل ما رأيتنا أي شخص يمكن أن ينفذ لوحة جدارية صينية طاولة ممكن أن ينفذها في هذه الطريقة تكون تحفة موجودة في البيت يستمتع فيها مع ضيوف مع عائلته ذكريات مثل ما سبق وقلتين هذا عمل تشترك فيه تنفيذة و يكون شيء يخلق متعة و بالألوان والرسومات التي يمكن أن تكون موجودة و يمكن أن أعكس بها شيء يبقى نحن نسوينا اليوم عالم البحرين بالطبع على السطح الأساسي أن يخطط مبدئياً ما هو الشكل يجب أن يضع فيه صحيح هذا الطائد يجاوزها ولكن عادة أخطط على السطح الأساسي الشكل الذي أرسمه أو الذي أفعله ثم أصل على أساس أن تكون الفكرة واضحة و ليس هناك أخطأ و أعرف أن لا يمكن أن نقطع أينه طبعاً علينا نجيب اليوم أنجزنا عمل متفرد عمل خاص اليوم أنجزنا العمل أنا ويأك و أخيراً نشوية اشتغلت معاك يعطيك ألف حافية الله يعافيك دائماً يعني تبدع لنا بطريقة ما و بفن معين و إن شاء الله نتلاقي في الأساسي إن شاء الله إسلامين الله يعافيك طبعاً كان هذه العلم الذي أنجزنا في عملنا لهذا اليوم خلونا نطلع الفاصل و من بعدها راجعين مع باقي محطات شمس البحرين مع إيمان وحازم عودة لكم من بعد الفاصل شكراً لجموان الدواري على هذه فعلاً أنا دائماً أحاول أتعلم منها شيء أشوفت كنت مراكزة صراحة كنت مراكزة حبيت اللي سوتت طريقة العمل الخشبي مع الدكور هو أتوقع نفس الصينية أو شيء على عالم البحرين تقطاعة الخشب كانت مرتبة حتى كنت قاعدة والأستاذ قاعدة 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 شوم تقطع الخشب وشي حسيت أن فكرة حلوة يعني لكن لا تشعرين شوية أنها صعبة أنها تسويها في البيت إيمان؟ لا لا أشعر أنها صعبة تشوف إذا أنت تقدر تسويها لا أشعر أنها صعبة لكن يجب أن تحاسب وكتل تكتبع الخشب والقطعة التي تسويها دائماً لها معازة خاصة تحتفظين فيها تخافين عليها أما التي تشترينها تختفظ فيها ممكن أن أنت عقوب فاترة تتسلل منها ممكن أن تروح لستور لكن القطعة التي أنت مشتغل عليها وتعبان عليها أتوقع أننا متحفظين عليها فترة أطول وأنا بعد أتوقع مع القطعة التي تسويها يمكن قبل أن ترى فغرة الدكور لو نضع عليها مادة الرزن حازم ما إن شاء الله عليه نصير شيء حلو حتى تنضع كاسينية للعطورات حق المكياجة أو حتى شغلات ممكن تنضع أنت يجب عليها الفن والرسومات والدكورات لا، لا تقول لي كذلك بعدين يجب أن تذهب إلى إبداع إن شاء الله أنت حرام خسارة خبرات وخسارة معلومات وخسارة معلومات والله يجب عليك والله في إيمان